وَأَدِلَّاءَ عَلَى صِرَاطِهِ عَصَمَكُمُ اللَّهُ مِنَ الزَّلَلْ وَآمَنَكُمْ مِنَ الْفِتَنْ وَطَهَّرَكُمْ مِنَ الدَّنَسْ وَأَذْهَبَ عَنْكُمْ الْرِتْسِ وَطَهَّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَتِلْكَ هِيَ عِصْمَةُ آلِ مُحَمَّدٍ عَصَمَكُمُ اللَّهُ مِنَ الزَّلَلْ الزَّلَلْ لذلك يقال زلزال والزلزال هو الاهتزاز الجسمي الكبير الزلل هو الخطأ الذي يقع فيه الإنسان بجوارحه أفعال الإنسان وأقوال الإنسان الصادر من جوارحه هو هذا الزلل عَصَمَكُمُ اللَّهُ مِنَ الزَّلَلْ الزلل خطأ البدن خطأ الجوارح خطأ الأقوال خطأ الأقوال والأفعال هو هذا الزلل عَصَمَكُمُ اللَّهُ مِنَ الزَّلَلْ فأنتم معصومون أنتم ملتجئون إلى الله ملتصقون بالله لا تسبوا علياً فإنه ممسوس في ذات الله ذواتهم ممسوسة في ذات الله فلأنها ممسوسة في ذات الله فهي بعيدة عن الزلل وعن الخطل في القول وفي الفعل اشتركوا في القناة